مشكلة حقيقية يواجهها العراق بعد انخفاض منسوب المئة خصوصا بعد أن ظهر تأثير تحويل إيران لمجرى الروافد على المدن والمناطق المحيطة بها والمغذية لنهر دجلا في العراق فلم تكتفي إيران بتحويل مسارات الأنهار عن معظم الروافد الموجودة في أراضيها وإنشائها لسد كولتسا بمدينة سردشت حيث أعلنت الآن وعلى لسان معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبر قطع نحو سبعة مليارات متر مكعب من المياه صوب العراق مختصون حذروا من أزمة مياه كبيرة في المدن العراقية عقب القرار الإيراني بقطع مجرى الروافد إذ قلت حصة المياه القادمة من إيران والمغذية لنهر دجلا بنحو 37% نسبة المياه الإيرانية في دجلا حوالي 37% من المياه الدجلا من إيران لأن الروافد الإيرانية ضمن الحجوز العراقية غالبيتها من إيران اثنين المياه الأهوار في المنطق أهوار شرق العراق غالبية المياه من إيران حوالي 72% من مياه الأهوار في شرق العراق هي من إيران الحكومة في بغداد لم تتعامل مع القرار الإيراني بجدية بحسب المختصين الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية المشكلة الآن الجانب العراقي أن ينظر إلى مشكلة المياه بمنظار مزدوج فهو من جانب تركيا عندما تجاوزت على الحصة الرسمية أقامت دنيا ولن يقعدها وكان من حقه ومن واجبه بالتأكيد ويشكر على ذلك ولكن أين هذا الفعل من الجانب الإيراني عندما قطعت نسبة كبيرة من المياه في مناطق الأهوار الجنوبية وزير الموارد المائية حسن الجنابي قال أن السدود الإيرانية ومشاريعها تسببت بمنع تدفق المياه إلى روافد الأنهار العراقية وتقليل موارد العراق بنسبة كبيرة جدا نهر الكارون الذي كان يجلب 15 مليار متر مكعب سنويا يصبها مباشرة في شط العرب جنوب البصرة ونهر الكرخة الذي كان يجلب 5 مليار متر مكعب سنويا إلى هور الحوازة ثم إلى شط العرب عن طريق الكسارة والسويب هذه صارت صفر انخفاض منسوب المياه في العراق أثر على العديد من مجالات الحياة المختلفة مثل الزراعة وتربية الحيوانات حيث كشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في العراق عن انخفاض عام في المحاصيل الزراعية لسيما القمح والشعير إلا أن أكبر المشاكل التي يواجهها العراقيون بسبب انخفاض منسوب المياه تكمن في ارتفاع المد الملحي بشط العرب ما أدى إلى إصابة عشرات الآلاف من سكان المحافظة بمختلف الأمراض جراء نقص المياه وتلوثها